الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثاني عشر من يوليو لدينا تطورات كثيرة لدينا تفاصيل كثيرة عن التشكيلات العسكرية والتعزيزات العسكرية للروس والأوكران في بعض الجواهات لذلك رجعا تابعوا الفيديو بدقة وكاملا كي لا تفوتوا أي معلومة ولو سمحتم شاركوا الفيديو قدر الإمكان مع أصدقائكم دعونا نبدأ بالتقدم الروسي في اتجاه أفديفكا في اتجاه هذه المنطقة استطاعت الكوات الروسية إحراز مزيد من التقدم في اتجاه نوفو سليفكا ومحيطها ففي هذه المنطقة في الجهة الشرقية من هذه البلدة تمكنت الكوات الروسية من التقدم بعمق 900 متر وعلى امتداد 760 مترا والسيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري أما في الجهة الشمالية فقد استطاعت الكوات الروسية التقدم بين هاتين المنطقتين طبعا هذا التقدم بأمق 657 مترا وبعرض 540 مترا 41 مترا القوات الروسية تواصل العمل في هذا الاتجاه وتحاول فرض أمر واقع على القوات الأوكرانية تحاول طبعا السيطرة على كامل هذه المساحة طبعا إضافة ذلك السيطرة على كامل الأجزاء الجنوبية الشرقية وأيضا تحاول التواغذ الأكثر ضمن البلدة نفسها في القوات الروسية مع سعاد صباح اليوم وأنا أتمنى من حضرتكم دوما مشاهدة جميع الفيديوهات لا تراهنوا فقط عن مشاهدة فيديو واحد في اليوم فأن أضع التطورات جميعا تمكنت القوات الروسية من التغرغل وتثبيت نقاط سيطرة لها في هذه الاتجاهات والأحياء جميعا طبعا إضافة إلى ذلك إلى هذا التقدم استطاعت القوات الروسية إلى الشمال قليلا من موسطة عميات العسكرية في التجاه فينيفكا وإلى الشمال أكثر من التقدم باتجاه ياتين القريطين لوزوفاتسكي وهذه القرية تقدمت القوات الروسية في منطقتين الأولى باتجاه لوزوفاتسكي مباشرة تقدم كان بعوق 272 مترا بعرض 440 مترا والتقدم الثاني في هذه المنطقة بعمق نصف كيلومتر عن امتداد كيلومتر تقريبا إذن الوحدات الروسية تواصل العمل باتجاه العديد من البلدات تحاول القيام بما يشبه المناورة وعمليات الالتفاف خلف الدفاعات الأوكرانية التي ترونها بالخطوط الحمراء والزرقاء في هذه المنطقة وأيضا في اتجاه هذه المنطقة أيضا حيث لاحظنا في الأيام السابقة العديد من الخطوط الدفاعية والتحسينات للقوات الأوكرانية قد سقطت بيد القوات الروسية وواصلت القوات الروسية عمليات التقدم باتجاه أهدافها طبعا الهدف الروسي الواضح المعلن هو الوصول إلى خط الدفاع الثالث وبالتالي تبقى للقوات الأوكرانية ما يشبه غالبية هذه البلدة الأراضي الزراعية الموجودة هنا وطبعا المنطقة السكنية وبعض المناطق الزراعية في هذا الاتجاه لذلك هي معركة كبيرة ليست بالسهلة إطلاقا على أي من الطرفين فطبعا حين يصبح الوضع صعوا على المدافع سيقاتل حتى النهاية ولكن أعود وأذكركم بما قلت لكم الروس يستخدمون بعض التكتيكات ليكون هناك عدد من الأسرى الأوكرانية في صفوفهم وخاصة بعد معركة أفديفكا والطريقة التي أخذت بها القوات الروسية أفديفكا حيث أعلنت عن معادلة قلت لكم إما التعرض للضرب طوال الوقت بقنابل الفاب وغيرها وإما الانسحاب وإما القضاء عليهم بشكل مباشر أو بما أخر أسرهم لهؤلاء الجنود أما في اتجاه توراتس كوانو أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية ما زال لدينا الكثير لنقوله طبعا في اتجاه توراتس طبعا نتيجة العمليات العسكرية للقوات الروسية والقوات الأوكرانية استقدمت القوات الأوكرانية كثير من التشكيلات إلى هذه المنطقة فمتى لدينا هنا اللواء 41 أيضا لدينا الكتيبة 425 تم استقدامها من محر أفديفكا الكتيبة 206 التي تتبع للواء 241 كانت في اتجاه شازيفيار تم سحبها إلى خاركيف وتم استقدامها إلى جابة نيويورك لوقف التقدم الروسي أيضا لدينا هنا مجموعة درونات تقاتل إلى جنوب القوات الأوكرانية أما في اتجاه توراتس فلدينا عدد من المجموعات بداية فوش سفاري أيضا كان موجودا باتجاه مجموعة تحديدا كالينينا قرب شازيفيار تم نقله إلى خاركيف ثم استقدم إلى هنا كتيبة من الروسي 95 تحدثت عنها سابقا كانت موجودة باتجاه تورني أيضا لدينا بعض المجموعات المتعلقة بكتيبة 146 هجوم هي مشكلة سابقة من المجموعات التي كانت تقاتل قوات الشعبية للعنسك ودانياتسك تتبع لجيش الأوكراني كانت موجودة في اتجاه غابات كريمينا بلوريفكا طبعا في ذاك المحور وبالتالي يقاتل بهذه المجموعات تم استدعاء إلى هنا أما بالنسبة للروس فلديهم الفوج 109 يتبع اللواء 32 هو طبعا قوات دانياتسك الشعبية بعد ضمها لقوات الجيش الروسي وأيضا في هذه المنطقة في اتجاه نيورك يقاتل الفوج التاسع التابع للبحرية الروسية وهو طبعا كان يقاتل وهو من الذي سيطر على بيرفومايسكي وعلى نيتايلوفي لذلك يستفيدون من خبرته في الهجوم وأنا سأقول معلومة هامة في نهاية الفيديو تابعوني حتى النهاية ولكن أحفظوا هذه المعلومة لماذا نضكق جيدا من هو الذي هاجم لماذا لديه خبرة ولماذا هذه التحركات العسكرية ستعطيكم واقعا أفضل داتا معلومات أكبر كي تكونوا دراية أكثر في الواقع على الأرض أما فيما يتعلق بالتقدم الروسي الباقي ففي اتجاه خاركيف استطاعت الوحدات الروسية في مدينة فوفشانسك من السيطرة على كامل هذا المصنع تقدمت إليه وسيطرت عليه وبالتالي أمام القوات الروسية حاليا طريقين يمكن استخدموها في هذا الاتجاه وفي هذا النصف الجنوبي من مدينة فوفشانسك تتسخدمون القوات الروسية للضغط على القوات الأوكرانية كذلك لدينا محاولات روسية مستمرة للتقدم باتجاه بريليبكا على طول هذه المنطقة وهنا لهذه الأسباب القوات الروسية في الفترة الأخيرة قد أنشأت الفرقة 72 الفرقة لدينا أيضا فرقة إضافية فرقة 69 طبعا لدينا مجموعات تتبع لأفواج تتبع للفرقة 47 كانت تعمل في اتجاه زلاتوفو أيضا فوجين من أخمات واللواء 155 أيضا مجموعات من الفرقة 25 أيضا إضافية الفرقة 98 الموجودة هنا وطبعا مجموعات الفرقة 18 والفرقة 18 تتبع للجيش الحادي عشر الذي يضم أيضا أفواجا مستقلة تقاتل لجانبه وبالتالي القوات الروسية حشدت عدم كبيرا من القوات هنا لسببين قوات مختصة بالوجوم وقوات مختصة بالدفاع وهنا يتفوق الروس على الأوكراني بذلك الأوكراني نتيجة الاستنزاف الذي تعرضوا له بات يمكن كورة الأمور اختلطت ونتيجة الضغط الروسي في كافة المحاور بات الأوكراني يستخدمون نفس اللواء والكتائب والمجموعات يمكن بشكل كبير للهجوم والدفاع على العكس الكوات الروسية التي لديها مجموعات للهجوم ولديها مجموعات للدفاع وبالتالي أيضا يحاولون استخدام المجموعات ذات الخبرة مثلا يتحدث عن قوات الفرقة 98 لوقت 55 قوات أخمات أفواج الدبابات الفرقة 47 التي عملت بشكل كبير في اتجاه زفاتوفو إضافة إلى ذلك في الاتجاه الأوكراني يوجد الكثير من القوات التي عملت بشكل كبير أيضا تحاول العمل والحفاظ على هذا المستوى وبالتالي القوات الروسية تستعدي السيناريوات جميعها في حال أرادت الوجوم بمجدديها قوات وفي حال شن الأوكراني وجوما مضادا باتجاه الأراضي الأوكراني الروسية أيضا لديهم قدرة على الدفاع قوات للدفاع ولكن ما مدى قدرتها على الدفاع هنا يبقى السؤال الهام وهنا نأتي إلى موضوع السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية القوات الأوكرانية تستعدي في القوات الروسية بشكل كبير والأراضي الروسية وبالتالي هل سنشهد وجوما كبيرا في حال تم السماع باستخدام الصواريخ الثقيلة وغيرها من الأسلحة التي قدمها الناتو لأوكرانيا كي تكون في أي عملية قادمة الكوات الأوكرانية باتجاه إراضي روسية هذا يبقى أمرا واردا والقوات الروسية تستعد لذلك إضافة إلى ذلك هنا قلت لكم الفرق بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني وطبيعة كل منهما والحجد الذي تم حجده في هذه المنطقة ككل ولكن القوات الأوكرانية هي كثير من المجموعات المتعلقة بالدرونات يركزون كثيرا عن العمل للدرونات بعكس الجيش الروسي الذي عن جديد مؤخرا بات يستخدم هذه المجموعات بشكل مكثف لذلك الأوكراني سبقوهم في ذلك بموضوع أن يكون هناك خلف كل كتيبة قتالية في الأمام يوجد كتيبة الدرونات خلفهم لهذه الدراءة يوجد كتيبة مجموعات التابعة للدرونات عند السفين في القوات الأوكرانية أما في متعلق باتجاه المنطقة هنا فآخر جملة قلتها في الفيديو الصباحي وهنا الشاهدوا دوما جميع الفيديوهات كل جملة تؤثر لاحقا قلت لكم آخر جملة هناك اشتباكات في محور جنوبي دانياسك في هذه المنطقة طبعا في اتجاه يوروزين وستارو مايورس وبالتالي استطاعت الكوات الروسية مع ساعات الظهيرة التقدم في هذه المنطقة بعمل 46 مترا وعلى انتداد تقريب نحو نصف كيلومتر والسيطرة على هذه المنطقة ونشأت منطقة رمادية هنا وبالتالي هذه خسارة للقوات الأوكرانية إضافية في هذا المحور أحباي كما لاحظتم هذا كان كل شيء حتى ساعة مساء أي جديد توفقكم به لاحقا شكرا دوما لدعمكم لمحبتكم لثقاتكم والوقتكم وإلى اللقاء بفيديو آخر